أهلا بكم تحذير جديد صدر من الخارجية الأمريكية يهدد مصر بعقوبات خطيرة حل إتمامها صفقة شراء مقاتلات روسية التحديد هو الثاني خلال أسبوع الذي يصدر على لسان مصدر مسؤول بالخارجية الأمريكية تعليقا على صفقة طائرات سخوي 35 التي تنوي مصر شراءها من روسيا وكان كلارك كوبر مساعد وزير خارجية للشؤون السياسية والعسكرية الأمريكية قد صرح لوكالة رويسترز يوم الاثنين الماضي قائلا إن شراء مصر طائرات مقاتلة روسية يعرضها لخطر العقوبات الأمريكية كما يهدد مشراياتها من العتاد الأمريكي في المستقبل مضيفا أن مصر على دراية بتلك المخاطر وكانت صحيفة ويرو ستريت جورنال كشفت أن وزير الدفاع الأمريكي ماركسبر ووزير الخارجية مايك بوميو حذر مصر من شراء المقاتلات الروسية وحسب الصحيفة الأمريكية فإن إدارة ترامب رفضت طلب مصر تزويدها بنحو 20 طائرة مقاتلة من تراز F-35 تطبيقا لقرار حظر مبيعات هذه المقاتلات في الشرق الأوسط باستثناء إسرائيل والسؤال ما مغزة تهديد الأمريكي المتكرر لفرض عقوبات على القاهرة للحديث حول هذا المنضوع نضم إلينا عبر سكايب من واشنطن الكاتب الصحفي محمد المنشاوي ومعنا عبر الهاتف من موسكو الدكتور ليونيت سويكيانين أستاذ العلاقات الدولية بالمدرسة العليا للاقتصاد في موسكو والخبير في شؤون الشرق الأوسط أبدأ مع أستاذ محمد المنشاوي سيد محمد المنشاوي هو نفس السؤال لماذا هذا التهديد المتكرر بفرض عقوبات من الإدارة الأمريكية على مصر تحديدا فيما يخص هذه الصفقة التي تنمو مصر الذهب إليها صفقة السخوي 35 أعتقد أن التهديد المتكرر يعتص اهتماما أمريكيا بهذه القضية وجدية أمريكية على الرغم من العلاقة الطيبة التي تجمع بين رئيسين المصري والأمريكي لأن المؤسسات الأمريكية تقف بحزم وراء قانون جديد منع أي دول من شراء أسلحة روسية وصدر قبل عامين وهذا القانون يفرض عقوبات على هذه الدول إذا خلفت هذا القانون الأمريكي خاصة إذا كانت من الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية مجانية من واشطن مثل الحالة المصرية وأعتقد أن تكرار التهديدات معناه أن واشطن جد جدا فيما تهدد إليه هو فرض عقوبات على مصر إذا ما استمرت في سعيها للحصول على هذه الطائرات الروسية أذب السيد سوكيانين سيد سوكيانين الولايات المتحدة الأمريكية هددت تركيا قبل ذلك لكن تركيا مضت في S400 واشترتها للمنظومة الدفاعية لكن الآن فيما يخص مصر في رأيك هل هذا تهديد جدي من الولايات المتحدة وهل مصر ستذهب لشراء السخوي 35 فعلا طبعا السؤال الأول بمسبة لموقف الأمريكي من هذه الاستفاقات الخاصة بالأسلحة الروسية بين روسيا وبين مصر طبعا على ما يبدو لنا طبعا مثل هذه التعذيرات جدية ولكن في رأينا طبعا من السعب جدا أن نفهم المعنى الحقيقي لهذه التعذيرات لماذا الولايات المتحدة الأمريكية تحذر أي أية الدولة الأخرى التي تريد أن تشتري بعض الأسلحة الروسية ربما الأمريكا تعتقد أنها محتكرة في البيع الأسلحة في كل إنحاء العالم وطبعا هذا من ناحية ومن ناحية ثانية مثل هذا الحضر يجب أن ننظر إليه من زاوية المواجهة بين الولايات المتحدة وبين روسيا ولكن تحذيرات طبعا الجدية أما بالنسبة للمستقبل هذه صفقة سيتوقف على موقف المصر وروسيا روسيا مستعدة أما بالنسبة للمصر يجب توجه هذا السؤال للقيادة المصرية أما بالنسبة للمثال تركيا لا تزال تتمسك بصفقات المعقودة مع روسيا بالنسبة للمصر هناك العلاقات المتطورة سلاوين الأخيرة بين روسيا وبين مصر في مختلف المجالات وعلى هذا الأساس لا أعتقد أن مصر مستعدة حاليا لتخلي عن هذه الصفقة شكرا إنها ستتأثر بهذه ضغوطات الأمريكية ولكن المستقبل سيظهر الحقيقة شكرا سيد ليونيت سوكيانين أستاذ العقاة الدولية كنت معنا عبر هاتف من موسكو عدى النايب الديمقراطي آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي النموذج المصري في ميدان التحرير عدوا ضمن الأمثلة التي ساقها سريعا للتجارب التي تواجه الدكتاتوريات حول العالم وتتطلع إلى الولايات المتحدة لدعم الحريات جاء ذلك في ختام جلسات استماع علنية عقدت على مدار الأسواء الماضي في الكونغرس بخصوص قضية مساءلة ترامب ضمن إجراءات العزل بتهمة إساءة استخدام السلطة خدمة لمصلحته الانتخابي وما نزال كذلك الناس تطلعون إلينا من جميع إنحاء العالم الصحفيون من زنزنات سجونهم في تركيا وضحايا القتل الجماعي خارج إطار القانون في الفلبين والناس الذين تجمعوا في ميدان التحرير مطالبين بحكومة تمثل الشعب والناس من الصين أقلية الإيغور والناس في أوكرانيا الذين يريدون مستقبلا أفضل إنهم يتطلعون إلينا لن يتطلعوا إلى الروس أو إلى الصينيين أو إلى الأوروبيين بكل مشاكلهم إنهم ما يزالون يتطلعون إلينا وما يزالون لا يتعرفون على ما يرونه لأن ما يرونه هو الأمريكيين الذين يقولون لا تخوضوا في محاكمات سياسية وما يقولونه ردا على ذلك هو هو تعنون أتباع بايدن وأتباع كلينتون الذين تريدوننا أن نحقق بشأنهم إنهم لا يتعرفون ولا يفهمون ما يرونه وتلك مأساة فضيعة بالنسبة لنا أذب لأستاذ محمد المنشاوي ربما هذا الصوت من أمريكا عندما يأتي على لسان آدم شيف رئيس لجنة استخبارات مجلس النواب الأمريكي يتحدث عن نموذج المصري ميدان التحرير عندما يخرج ويطالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأن يرحل هذه الأصوات وأيضا الحديث عن ميدان التحرير ربما أيضا الحديث عن ميدان التحرير في مبارك الصورة المصرية الصورة المصرية ميدان التحرير عندما يكون حاضرا بهذا الشكل في وقت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن ديكتاتوري المفضل كيف يمكن فهم هذا مع تلك بداية التصريح جاء في ختم الجلسات العلنية لمحاكمة الرئيس وكان يشهدها الملايين من الأمريكيين فالموضوع هام جدا من حيث المشاهدة لكن الموضوع كان يتعلق بالسياسة الداخلية الأمريكية بالأساس وانتقاد من الرئيس ترامب وانتهيكه للسيادة القانون والحريات والدستور والنائب شيف استشهد بتجربة ميدان التحرير كأحد النماذج العالمية المبهرة في السعر الحرية والرغبة في الديمقراطية هو الصورة الزهنية ما زالت لميدان التحرير أنه مكان التقاء السعين لديمقراطية المصرية والعربية وان اليوم هذا الميدان لم أصبح عليه ضغوط من النظام المصري بحيث أنه لم يعد متاح للتعبير عن الحريات كما ذكر النائب وأيضا هناك أيضا انتقاد ضمني لدعم الرئيس ترامب للنظام المصري الحالي شكرا جزيلا لك الكاتب بالصحفي سيد محمد بن شاو أشكرك شكرا جزيلا شديدة المساء مستمرة وبعض الفاصل صدى واسع لحوار الجزيرة مباشر مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان في الصحف السودانية وجولة بين عنوين صحف العالم ابقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة